ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ليرتفع العدد الى سبعة وتسعين حالة وفاة الله يرحمهم أما بالنسبة للحالة التي شفيت فقد شفيت خلال 24 ساعة 12 حالة ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات التي شفيت الى مائة وتسعة بتسجيل عدد خمسمائة وتنين وتلاتين هو عدد الناس الذين تم استبعادهم بعد تحليل سلبي ليرتفع العدد الإجمالي الى خمسة ألف وتسعة بالنسبة للناس الذين يسألون على شك نقولوا هاد الناس اللي بالنسبة للوزراء عليش كتتعلن على هاد الناس اللي خرجوا سلبيا ربيها باش كنعرفوا كنزيدوا عليها ديل اليوم ونزيدوا عليها عدد المصابين المؤكدين باش تعطينا عدد تحاليل التي أنجزت ونلاحظوا بأن عدد التحاليل التي أنجزت اليوم هو رقم قياسي حيث أنها سجلات 631 وهذا رقم قياسي يمكنه ملاحظته أما بالنسبة لنسبة الموت بالنسبة للعدد الحالات المؤكدة هي كثقة 7.06 أي 7% ديل نسبة الموت بالنسبة للعدد الحالات المسجلة ونسبة الشفاء هي 7.93 بالنسبة للمنحن نحن نلاحظ بأنه فشلنا في الثلاثة يام الأخيرة أنه كانوا حد الإنخفاض إلى 64 حالة والآن البرح إلى 91 والآن إلى 99 حالة أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب الجهات فإن جهة الضار البيضاء سجلت 404 حالات بأكبر نتيجة تليها جهة مراكش آسفي بـ 258 حالة تليها جهة الريباط سل القنيطرة بـ 209 حالات وأيضا جهة فاس مكناس بـ 167 حالة تليها أيضا جهة طنجة طوال حسيمة 115 حالة واجهة الشرق بـ 86 حالة واجهة درعة فلالت بـ 67 حالة واجهة بني ملال خنيفرة بـ 41 حالة واجهة سوس ماسة بـ 20 حالة واجهة العيون السقية الحمراء بـ 4 حالات واجهة الدخل ودهب بحالتين واجهة قلم مواد نون بحالة واحدة وفي الأخير كان بغنبه أن الجميع يجب أن يلتزم بشروط سلامة صحية وأيضا البقاء في المنازل والخروج عند الضرورة القصوى مع استعمال الكمامة والنظافة وشكرا لكم نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي